عمل فني مختلف لشرين عبدالوهاب مع فيلم حبيبي هو حالة فنية مختلفة خالص شرين عبدالوهاب عاملة مفاجئة إن شاء الله كل حاجة نقص حاجة وانت مش جنبي حبيبي قصة رومانسية نجاح بفيلم ميوزيكل وفي نفس الوقت فيه فهو ميكس كده حالة متشبعة بها الكلمات وصف وليد منصور الفيلم الجديد حبيبي اللي أنتجه لشرين عبدالوهاب من تأليف أميرة عيمة وإخراج محمد شاكر خطير ومن المفترض أنه تصوير هالعمل رح يبدأ بالفترة المقبلة من بعد ما تم تأجيله جدت له هدية وفرح به وفجأة كان عامل حالي يشوف هاي قولي دي من دي وينسى إنه جوهاني نحن طبعا في آخر ديسمبر كنا نبتدي ننجاز كان عندنا الحفلة بتاع تشرين كنا نعيشين ديسمبر وقلنا من بعدها نبتدي بقى نشتغل على وحاولنا ناخد من وليد تفاصيل أكثر عن فيلم حبيبي فيه إبهار فيه حالة شجنة كده في الفيلم فيه قصة نجاح وصعود فهي هي حالة كده جديدة على السينو المصرية بس هو حالة فنية مختلفة خالص شيرين عبدالوهاب عاملة مفاجئة إن شاء الله أما بالنسبة للكاست والنجم اللي رح يلعب دور البطل إلى جانب شيرين عبدالوهاب بأحداث هالعمل استخرين على كل حاجة بس يعني أنا زي ما بقول أنا ما أحبش أعلن على الحاجة غير لما يكون قريدي الفنان أو النجم مضى راسبا الكاستن كله في خلال أسبوع عشر اتأيام هنكون استقررين يعني قريدي الناس بعتنا له السكريبتس وموفين بس أنا دايما تعودت في شغلي أنا ما بعلنش غير لما يكون الفنان عندي مضى خلوة وهذه مش أول تجربة تمثيلية لشيرين عبدالوهاب فهي شاركت عام 2003 بفيلم ميدو مشاكل إلى جانب أحمد حلمي ورجعة قدمت مسلسل طريقي إلى جانب سوس انبدر وباس الخياط لو أقولك إن في حاجة في الدنيا كلها ممكن خليني يا أبا أبا أبسوط ننفعش تولي كده حاببت فعلا ما ينفعش أبوك أنا أزفة أنا أكتمل إحساس جوية وأقول إنه ما ينفعش بس والله ما ينفعش ورحمة أبويا وأخويا معدرة شيرين عبوالكة مطربة هي أم كلسوم الوطنة فأنا ما بكلمكش عليها كمطربة هي فليفل هي فليفل لوحدها ما أنا بكلم عليها في التمثيل هي عملت مسلسل طريقي وكان من أنجح لمسلسلات لو مش أغني يبقى موت لو مش أغني يبقى موت بدليل أن الوزايا الخارجي كلهم بيتواصلوا معي دلوقتي عشان يشتغلوا الفيلم لبر مصر فنجاح فيلم حبيبي متوقع فإلى جانب اختياش شيرين عبدالوهاب إنها تكون بطلتها العمل وليد منصور دايما معود الجمهور على أجمل الأعمال والأوطف دو بوكس